اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على الوطن تيفي رغم ان البطولة الافريقية شغل وقت كل الناس وكل المتابعين والاخبار والمبرارات القوية السنغال والجزائر وقصة وردة في المنتخب وامور كتيرة جدا ووجود نجوم عالميين بيحضروا البطولة والتحليل والكلام الكبير جدا لكن تبقى مفاوضات الاهل والزمالك للتدعيم للموسم الجديد هي الاقوى والابرز على السوشيال ميديا وعلى اتمام المتابعين والجماهير الكهرباء علي جدا والفولت علي والكل عايز يشوف كهرباء رايح فين كهرباء هينور فين هيفضل منور في زمورة والله هيروح ينور في التيتش يبدو ان كهرباء اللي عقد جلسة مع احد مسؤولي النادي الاهلي في الساحل الشمالي وتوصل الاتفاق للعب للنادي الاهلي الموسم المقبل ايوة كهرباء اتفق انه يلعب ليه النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي وفقت على الطلبات اللي طلبها كهرباء خاصة ان كهرباء بيرتكز ويرتكن على عقده اللي موجود في اتحاد الكورة اللي اتزا مالك موسقوش في الفترة القانونية اللي لا تتجاوز الشهرين ووسقه بعد ثلاث شهور وهو اللي بيحق لللاعب انه يفسخ التعاقب بتاعه مع الزمالك او لان عقد الزمالك مع كهرباء بطل وبالتالي كهرباء من اللعبة اللي ممكن تمدي لأي فرقة في الفترة الجاية ده مش التوقيع الاول لكهرباء للنادي الاهلي سبق لكهرباء انه وقع في شهر يناير الماضي ولكن الامور سبتها ادارة النادي الاهلي لللاعب انه يحسم مصيره هذا التوقيت ايضا النادي الاهلي يترك كهرباء لحسم مصيره اذا اراد كهرباء ان يلعب في النادي الاهلي فهو موجود لعبا في النادي الاهلي واذا اراد الاستمرار في الزمالك فهو موجود في الزمالك لكن حتى هذه اللحظات وحتى هذا التوقيت اللاعب وقع للنادي الاهلي اللاعب اتفق على الامور المادية للنادي الاهلي مجلس ادارة النادي الاهلي وطبعا لجنة التخطيط ولجنة التعاقدات سيبين الحرية لللاعب رغم النوم خدوا كل الضمانات على اللاعب لعدم العودة في قراره كهرباء اقترب من النادي الاهلي اذا تمت الامور في هذا السياق واذا كان الاتحاد الكرة المصري موقف في التعاقد او تعاقد الزمالك مع اللاعب في قصة توسيق العقد النادي الاهلي هيكون عنده بعض الامور والمفاجآت مع الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية كهرباء حتى هذه اللحظة ينوي اللاعب والمشاركة الموسم المقبل مع النادي الاهلي كتير برضو في كلام عن الصفقات في الفترة اللي جاية لكن لا اقدر اقوله لكم وحسمه لكم على الوطن تيفي ان النادي الاهلي حسم صفقتين من العيار التقيل اللي يفريعوا معاه في الموسم الجديد بشكل كبير الصفقة الاولى تكون صفقة في خط الدفاع وصفقة النادي الاهلي اتمها بشكل كبير وانتهى منها ودي صفقة منتظرة من الموسم الماضي اما الصفقة الثانية في خط الوسط المهاجم وصفقة تكون مفاجأة جدا في الفترة اللي جاية كذلك الحديث على صفقة القرن في الزمالك والكلام على بن شرقي او بغداد بنجاح اللي حتى الان عنده عرض من الاهلي وعرض من الزمالك لكن مفيش بشكل فعلي صفقة اسمها صفقة قرن حتى الان في الزمالك ويبقى موقف لسارتي في النادي الاهلي معلق ولكن اعتقد ان لسارتي لن يكون المدير الفني للنادي الاهلي الموسم المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة